خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مشروع بوابة البيانات الاجتماعية الذي نفذ بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والمحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وتهدف البوابة إلى تحقيق سيابية في تدفق البيانات بين كافة الجهات بشكل آمن وفعال وتوفير بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة والمساهمة في سرعة عملية اتخاذ القرار في توفير كافة الخدمات للمجتمع بالإضافة لتوفير الوقت والجهد وتقليل مراجعة المؤسسات وتقليل مدة الحصول على الخدمة بدوره أثنى المجلس على الجهود المبذولة في تطوير البوابة موجها بتوفير كافة التسهيلات والتعاون بشكل أكبر لدعمها ودعم كافة منصاتها المعنية بمشروعات الربط الرقمي موسيقى